ليست الفوضى الضاربة عدنة والمحافظات الجنوبية مجرد انفلات أمني بل فوضى موجهة تدعمها الإمارات لصالح بناء إمبراطوريتها الخاصة هذا ما يؤكده تقرير ميداني نشرته صحيفة الجارديان البريطانية وترجمه الموقع بوست تبدأ القصة من عند أيمن عسكر العضو في تنظيم القاعدة والمزجون بتهمة القتل الذي سرعان ما تحول بفضل الإمارات إلى رجل ثري وواحد من أهم مدراء أمن عدن والمتحكم في مينائها وهو ما يشير وفق الجارديان إلى الدور الخطير الذي تلعبه أبو ظبي في المدينة فلم تعد الحرب واحدة في اليمن بين الشرعية وميليشيا الحوثي فلقد نجحت الإمارات بوصف الصحيفة البريطانية في تجزئة الحرب اليمنية إلى صراعات متعددة وتحويل اليمن إلى مناطق فوضوية يتحكم فيها تجار الحروب وآلاف اللصوص مثل أيمن عسكر بحسب الجارديان فإن حرب الشرعية مع الحوثي لم تعد أولوية التحالف تروي الصحيفة عن شيخ من مقاومة البيضاء رفض الإمارات مساعدة محافظته في مواجهة الحوثي بحجة أن الحوثي لم يعد العدو الأول فعداوة الأحزاب السياسية مثل الإصلاح وتفتيت الشرعية في مقدمة أولويات أبوظبي كان الجنوبيون كما تقول الصحيفة قد رفعوا أعلام الإمارات وزينوا صور حكامها كمحررين بعد رحيل الحوثيين في 2015 لكنهم الآن أكثر ندماً فعدن التي كانوا يتوقعون أنها ستصبح شبيهة دبي ليست سوى مدينة مليئة بالميليشيات والمركبات المدرعة والفقراء الخايفين لكن السؤال لماذا تتعمد الإمارات استمرار هذه الفوضى في عدن تنهي الصحيفة البريطانية تقريرها بأن الإمارات ليست سوى أمة صغيرة طموحة تحاول استعراض قوتها خارج حدودها ترجمة نانسي قنقر